بيقولوا الكلام في التوحيد بيفرق الناس خلي الناس يشكله والناس ده جماعة الجامع ده او مما تتكلم في التوحيد طوالي بالشكله هو التوحيد ده الرد على الشبه ده التوحيد هو اللي بيجمع الناس كذا اسمع كلمة هو اسمه التوحيد يعني توحد الله سبحانه وتعالى اليوم اللي بتوحد الله سبحانه وتعالى ودي وحد الله سبحانه وتعالى بتبقى خوان إنما المؤمنون يخوة ولذاك الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه لشرح السنة للبربهاري قال والذي يجمع الأمة التوحيد والدليل قول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته شنو إخوانا أنت قبل الإسلام وقبل التوحيد كنت بناتكن عداوة مما جاء التوحيد ده وجاء الإسلام أنت ألفت بقى الرسول عليه الصلاة والسلام جم أبو بكر قرشي وجم بلال حبشي وجم سلمان فارسي وصهيب الرومي وإلى آخره وذاك من الأوس وذا من الخزرج سعد بن عباد وسعد بن معاذ وغيره فالتوحيد ده جماعة اللي يجمع الناس يخليهم سوا أشكي رب العز والجلال قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم شفت الإكرام والاجتماع ياهو التقوى والتقوى أعظم أعظم التوحيد والدليل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلا كلمة التقوى هي لا إله الله كما قال الشيخ الفوزان ولذلك رب العز والجلال قال وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين والله الناس ما تجتمع إلا بالتوحيد هالشير كل بفرق الناس هالتعلق الله المسلمين لو في العالم لو ساي لو في العالم بس ياهو جامعنا جو خمسة بهجاية قالوا نحن تابعين ليه فلان فلان دا زول خطر وزول كذا وتتعلقوا بيه وتبقوا عقيدتكم فيه في عشر انفار ما شو محاو قالوا نحن طريقتنا كذا وشيخنا فلان كذا وبنا نادي في الشدايد شيخ محمد أحمد دا واحد تاني جبع الباب دا قالوا يا جماعة والله أنا شيخي اسمه عبد الباقي والله خطر مرة واحدة والله بدي الجنة والزول دا زول مرة واحدة في سبعة مرقوا معاو بيقوا شيخنا عبد الباقي ومدعا اللي قنبيه والعربية ذرت انقلب بذلناد والله بقولوا يا شيخ عبد الباقي في ثلاثة وراءة قالوا والله نحن شيخنا مختار والله دا بعرف الرايحة ذاته وين وبعلم الغيب ذاته عديل كان في ثماني انفار مرقوا معاوه حس الجامعة دا ما تفرتق جواحد صنقر في النص قالوا يا ناز محمد احمد تعالوا الله بس جو قالوا تاني عقيدتنا في الله عناز عبد الباقي تعالوا الله بس قالوا عقيدتنا في الله عناز مختار تعالوا الله بس قالوا عقيدتنا في الله اللمهم منه ولفرتقوا منه مش اللمهم زول التوحيد وفرتقوا زول الشرك ولذلك جماعة التوحيد دهول بيجمع الناس الله بيجمع بين الناس هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم شرك دلف والفرقة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون